السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طالبات وطالبات الصف الثالثة الاعدادي ان شاء الله مكملين مع بعض حال الاختبارات من الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبت كتاب المعاصر ناخد مع بعض الوقتي من ملحق كتاب جيم اختبار رقم اثنين جيزة جابرنوريت محافظة الجيزة اول سؤال معي هنا بداية من صفحة 94 من ملحق كتاب جيم بيقول لي finish the following dialogue قم بانهاء الحوار التالي اول سطر معي بيقول لي المحادسة بتتكلم عن ايه فمهم جدا لازم اقرأه بيقول لي هنا سامي wants to buy a jacket سامي يريد ان يشتري جاكت فورما شوب من محل دخل كده محل وعايز يشتري جاكت فالحوار دار بين سامي وبين shop assistant البائع اللي في المحل هنا shop assistant بيقوله hello sir اهلا يا سيدي can I help you? اقدر اساعدك هنا سامي قاله yes please نعم من فضلك I am looking for a jacket looking for يعني ابحث عن انا ابحث عن ايه عن جاكت وسألوا سؤال هنا ردوا علي وقال له yes I have got different styles ايوة I have got يعني انا عندي هنا انماط او سطيلات ايه انماط او سطيلات different يعني مختلفة يبقى السؤال انت عندكم او انت عندك السطيلات مختلفة يبقى احزف yes وبدل I have هاخد هنا هاف الفعل المساعد بتاعي بمعنى هل يبقى have you got different style ما جبتش حاجة من عندي انا بس فهمت وكتبت من الاجابة بتاعتي طلحت السؤال have you got different style have يعني هل you انت got have got بمعنى هل لديك او هل عندك different style سطيلات مختلفة different styles styles اسطيلات ايه مختلفة عندكم اسطيلات مختلفة هنا رد عليه وقال له ايه رد عليه وقال له ايه وعندنا سامي هنا قال له ايه ايود لايك the black one انا عايز اللي هو لونه اسود طالما كلمنا عن اللون يبقى شوه السيستم بيقوله ايه اللون اللي انت عايزه ما اللون يعني ايه يعني what color what color what color what color وعندي هنا بقى في السؤال بيقول لي ايه i'd like او i would like يبقى what color would you بدل i would هتيبقى would you i like اه يبقى would you like what color would you like اللي انت بترغب فيه او اللي انت بتحبه اللي هي اللون اللي انت بتحبه هنا قال ايه قال له اللون السود شو بس سيستم هنا الباع بيقوله what do you think of this one طب ايه رأيك في ذا هجاب له كده الجاكت وبيقوله طب ايه رأيك فيه تمام هنا سامي قال له حاجة وقال له how much is it كام السعر طيب سعره قد يبقى عجبه هيقوله عجبني يبقى i like it اعجبني خلاص عجبني سعره قد ايه هنا الباع قال له ايه حاجة ممكن مسلا يقوله سعره معقول لان سامي قال له هنا that's great ده رائع i'll take it انا هاخده يبقى له سعر كويس ممكن مسلا يقول هنا ايه how much is it هناخد منها نعكسها وتبقى it is يبقى it is مسلا نقول ايه four hundred pounds بربع ومد جنيه قال له ده رائع وانا ايه وانا هاخده هنا صاحب المحل او الباع بيقوله ايه here you are تفضل هنا بقى سامي هيشكره يقوله ايه thank you شكرا لك thank you شكرا لك عندي هنا بقى ايه نجيب قطعة ونجيب لبعض الكلمات هوظفها داخل المقاط شوف كده الكلمات cancel يعني حفلة موسيقي terrible فضيع او رهيب او سيء جدا half او هاس معنى عندها او يمتلك ونستخدم في المضارع التام هافل الجامعة وهذا المفرد competition يعني مصابقة interested يعني مهتمة وبيجي معها حرف الجر ان بمعنى مهتم بي we need to have احنا محتاجين ان يكون عندنا ايه محتاجين يكون عندنا هواية عايزيقول انا مهتم بالموسيقى يبقى انا مهتم بالموسيقى اي نقط بلايد انا باعزف عليها وانا عندي سبع سنوات سنسل من الكلمات الدلة على زمن المضارع التام في اعزبان المضارع التام هناخد اي او هاف اي هاف اولا اي هاز والتصريف التالت طبعا اي هاف بلايد بلايد يبقى اي هاف اي هتاخد معها اي هاف والتصريف التالت اي بلايد اد نقط انا عزفت على ايه في دار الاوبرا المصرية او في ايه عزفت في حفلة موسيقى يبقى اي بلايد ات اي كونسرت انا عزفت في ايه في حفلة موسيقى في دار الاوبرا المصرية الحفلة او في هذه الايام انا بحب كرة القدم بروح لمبارات كرة القدم ده مرات كتيرة الفريق بتاعي فاز بايه عايز اقول الفريق بتاعي فاز بالمسابعة الاخيرة يبقى بالمسابعة الاخيرة المسابقة الاخيرة جيب لي بقى قطعة نقرأ مع بعض القطعة دي ونجاوب على اسئلتها القطعة دي عن مجدي عبدالسيد وده اصلا عندنا في درس القراءة في المنهج بيقول لي هنا مجدي عبدالسيد كمبينر كمبينر ده مناضل او ناشط فور بيبل هو هو اردسيبول ليه الاشخاص اللي هما المعاقين يعني ناشط او مناضل للاشخاص لصالح الاشخاص المعاقين كان معقد الحياته انجز اشياء كتيرة مدهشة لكن هو كان عنده كتير من التحديات لما كان طفل مكانش بيقدر يتحرك بدون مساعدة لحد ما بقى عنده خمس سنوات بعض المدارس مقدرش تاخد مجدي كطالب عندها لانه ما كانش عندهم المعدات المناسبة للمعاقين مجدي فعلا اراد يذهب الى المدرسة كاميرا الصفحة لصدا بعد كالصفحة 95 بيقول هنا سكون اراد انه يروح للمدرسة كان عايز يحصل على تعليم جيد للمدرسة وقدروا مدرسة وقدروا واجه كتير من التحديات لكنه متوقفش ابدا لما الامور قد صعبة من جامعة كامبرج هو دايما كان مؤمن بمساعدة الناس في الجامعة عامل لصالح الجامعيات الخيرية اللي بتساعد الاشخاص المعاكم انهم يجدوا وظيفة جاب لي هنا اسئلة خاصة بالاختيارات على القطع اول حاجة بيقول لي the main idea of the passage من ايديا ايه هي الفكرة الرئيسية او الفكرة الاساسية للقطع اللي احنا قرأناها مع بعض طبعا بتكلمنا عن the disabled and their challenges بتكلمنا عن المعاقين او زواء الهم وكمان التحديات الخاصة بيهم بعد كده هنا بيقول لي رقم اتنين ماجدي واض ماجدي كان ايه ممتاز في المدرسة طبعا هو كان ده هو كان طالب ممتاز في المدرسة رقم ثلاثة يعني ماجدي اراض ان هو يساعد الناس الاخرين وكنتجة لذلك هو عامل ك عامل كمتطوع لمساعدة هؤلاء الناس بعد كده بيقول لي السؤال رقم اربع ليه ما قدرتش بعض المدارس ان هي تاخد ماجدي كطالب عندها لان هي ما كانش عندها المعدات المناسبة طالما قال لي هقول له اس او او بيكوز بيكوز ذي اللي هي المدارس دين هاو يعني ما كانش عندها المعدات المناسبة بيكوز ذا 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 رايد مكنش عندها المعدات المناسبة سامرايز عايز بدون بدون ايه بدون مساعدة كما اننا قدر نقول بعض المدارس ما خدتش ماجدي كطالب عندها او ما قدرتش تقول طبعا لان ما عندهمش المعدات المناسبة هنقول بعض المدارس بعض المدارس يعني ما كانش عندها او ما قدرتش ان هي تاخد ماجدي ما قدرتش ان هي تاخد ماجدي ما قدرتش تاخد ماجدي عندها ايه? كطالب ايه? رقم ستة بيقولي ايه رأي في مكتبه? طبعا رأيي ان هو بيجتهد في عمله. اعتقد. مكتهد في عمله. مكتهد في العمل. عندي هنا الجزء الخاص بالاخطيرات. الرقم واحد. يعني عبارة عن قطع من الخشب. معن يعني حطينا كده جنب بعضها. عشان تقدر ان هي تطفو على سطح الماء. ايه بقى قطعة الخشب اللي حطينا جنب بعضها كده عشان تطفو على سطح الماء طبعا. الرافت اللي هو القارب الايه? القارب الخشبي. ولما يجي هو يكون عايزني ان انا اختار كانو بيقولي ده بيكفي شخص او شخصين. يعني ده الشخص او شخصين ده كانو اللي هو الزورك. رقم اتنين نقط از. ده بيكون العكس من كلمة possible. عكسي ممكن. اما اجي اقول ممكن. عكسي منها ايه? كلمة مستحيل. وهي impossible. بضف لها البادئة. اي والام. مستحيل impossible. رقم تلاتة. هم عندهم تلفزيون ايه? اد هم في البيت. عشان يشاهدوا الافلام من الانترنت. عشان يشاهدوا الافلام من الانترنت. عندهم تلفزيون ايه? متصل بالانترنت. وهو اه سمارت تيفي. اللي هو التلفزيون سمارت التلفزيون الزكي. عندي هنا سؤال رقم اربعة صفحة ستة وتسعين. بيقولي هنا. رقم اربعة نوات مينز. يعني او مقصود بيه. سيارات لوري. سيارات لوري. وكمان الموتسيكلات. ذات يوز ارود. اللي بتستخدم الطريق. ايه الحاجات اللي بتستخدم الطريق دي اسمها ايه? اسمها ترافيك. المرور او حركات الايه? او حركة المرور. اي وصو نوات باي. انا كنت مدحمس جدا لحفلة يدي الميلاد اللي اتعملت لي. اي وصو. انا اللي كنت شعر بالحماسة. انا اللي شعر بالصفة مايفحش اقول. ليه? ان هنا مسير حاجة هي لمسببة للشعر. لكن انا اللي شعر بالصفة صفة منتهية بالايوة دي. اي وصو اكسايتد. انا كنت متحمس جدا. احنا بنضيف اللاحقة. حروف كده في اخر. كلمات ايه? يعني ايه مظلم. انا وانا عشان نكون الاسم. هنضف لها الان ايه اس اس. عشان تبقى داركنس. عشان تبقى ايه? ظلام. الجزء الخاص بتصحيح الخطأ. بيقول هنا كتلز ار اكسبنسف ذان كومبيورز. بقارن بين كتلز الغليات وكمبيورز الكمبيوترات. وعندي ذان عيني عليها. يبقى دية مقارنة. مقارنة بين اتنين من الاشياء. وكلمة يعني غالي السمن ودي من الصفات الطويلة. عندي مقارنة وصفة طويلة. مقارنة وصفة طويلة. يبقى مور. او لس اكسبنسف. او مور او لس والصفة الطويلة وذان. بقارن بين الغليات وبين الكمبيوترات. اخد بالي. ان الغليات بتكون اقل غلاء. يبقى لس اكسبنسف. وعندي هنا بره الكوس. اذان. اقل غلاء من الكمبيوترات. يبقى لس. يعني اقل. اكسبنسف. غلاء. اذان كومبيوترات. اقل غلاء. هو بالفعل كتب كتاب كصص. طيب عندي كلمة بالفعل من الكلمات التي تدل على زمن المضارع التام. هاف او هاس. وبعد كده او هاف او هاس والتصريف التالت. طيب عندي هنا ايه? او هاف او هاس والتصريف التالت. ولو عندي او بتيبقى ما بين الهاف والهاس والتصريف التالت. طيب هي مفرد. هياخد هاف ولا هاس. هياخد هاس. طيب. ادي هاس. كتبناها. وبعد كده هبقى على طول بعدها كلمة اللي هي بالفعل. ما بين هاف او هاس والتصريف التالت. يبقى دي كلمة ايه? وبعد كده التصريف التالت من رايت. رايت روت ريتن. يبقى التصريف التالت وهو ريتن. بالفعل كتب كتاب كصص. يعني بدأنا ايه? او هنبدأ مشروع نيكس منثل الشهر القادم. لسه هنبدأ. الخطة بتاعتنا طالما قال الخطة. او دي صايد يوكار دي سيشان كرار ينوي انتنشان نية. باخد او 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 والمصدر. طيب وي جامع هتاخد ايه? هتاخد او جونج تو ستارت. يبقى وي هتاخد او بعدها لسوف او للمستقبل جونج تو. وبعدها المصدر ستارت. رقم اربع. الكتاب كان ايه? حقا. لذلك نتيجة بقى. ما قدرتش او كراءته. ما كاملتوش. يبقى الكتاب كان ايه? ده هو سبب للمالة. هو المسبب للشعور. الصفة مضاف لها الاي ان جي. يبقى بورنج. ده الكتاب ده كان بورنج. كان مملي نتيجة لكده انا ما قدرتش انهي الكراءة بتاعته. ما كملتش كراءته. بورنج مملي. ده ستصير العام الماضي ودي من الكلمات الدلة على زمن الماضي. البسيط. انا ما زرتش الاسكندرية. طب انا عايزة نفي. النافي في زمن الماضي. البسيط بنفي بايه? بنفي بي وبعد ما بيجيليش التصريف التاني. لا بيجيلي الفعل في المصدر. يبقى يعني انا ايه? انا ما زرتش الاسكندرية.